الداعية الذي يجعل منبره علاجا لأكل الربا والمحرمات فقط فقط ولا يتكلم في أصل الإسلام وفي أساس المشاكل والمحرمات وأقام المنهيات خالف دعوة جميع الرسل جميع الرسل ونحن نرى طريقة كثير مش كثير طريقة أكثر الدعاة على وجه الأرض الأرض اسمع هذا الكلام جيدا على وجه الأرض أنها طريقة باطلة في الدعوة هذا ما نراه ونشهد الله عليه لأنهم ما علموا منهج الأنبياء لا يمكن لداعي أو عالم ياتي في قناة أو وسيلة إعلام أو مسجد أو أي مكان ويرى فيهم الشرك وعبادة القبور وتقليد الأوتار أو التمائم أو الحجبات والاستغاثة بغير الله ودعاء الأموات والصالحين ويأتي ويعلمهم فقه الطلاق أو دورة كبرى في فقه النكاح أو دورة شرعية علمية منهجية كبرى في فقه البيوع ما ندين الله سبحانه وتعالى به أنه على باطل أنه على باطل شاء أم أبا رضي أم كري ولا يُسترط في كونه على باطل أن يرضى يقول لك الزوالله والله قال أنا ما على باطل البرايب يقول أنا ما على شرك فرعون لا يقول أنا على كفر وما أهديكم إلا سبيل الرشاد هذا فرعون لا أحد يرى أنه على باطل أيها الإخوان أيها الناس لأنه ببعض إخوان يقول لك أنت قدت في فولندا بما على باطل وما شير حزبين وأنا سألته والله بالتلفون قال لي لا أنا ما على باطل هو على باطل وأنت على باطل في هذه المسألة أنت أيضا على باطل لأنك ما فهمت الدين من من الناس يرضى لنفسه الكفر ويقول أنا أكافر وأنا على باطل وأنا مجرم من يقول ذلك من يقول ذلك واحد يقول لك اتصلت على عبد الحي قلت لي التسروري قال لي لم أسروري أنت ما فهم ما الحاصل إذا لا تقاس المسألة هكذا والدعوة هي دعوة التوحيد ويكفيك في ذلك نصوص منها من هو إمام الموحدين في الخلق هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وفي هذه الآية ذكر والله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قال الله عز وجل لإمام الموحدين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك الأنبياء والرسل لئن أشركت يا محمد لئن أشركت لا يحبطن لإحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد توحيد العبادة توحيد العبادة بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يا محمد يا إمام الموحدين هل يجوز لعالم أو دكتور أو برف أو محاضر في جامعة أو أستاذ مشارك أو أستاذ ما بعرف كيف لا ينهى الناس عن الشرك ويدعي أنه سلف وأنه عالم وبعض الدعاة اسمع هذا الكلام ربما تسمعوا لأول مرة بعض الدعاة يرفع شعار السلفية سلفي نعم سلفي نعم شعار سلفية ويحارب الإخوان المسلمين ليلا ونهارا سرا وجهارا وإذا قارنت محاربته لهؤلاء وكلامه في الشرك وفي عباد القبور من المتصوفة وغيرهم تجده لا يساوي عشر معشارة كلامه ذلك هذه ليست دعوة السلف ليست دعوة الرسل ولا الأنبياء شاء من شاء وأبى من أبى وطار من طار لأن النص واضح ولقد بعثنا في كل أمة كل 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 أمة رسولا يعني كل رسول جاء لكل أمة قال لهم كلمة واحدة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاوم والله مهما زكاه العلماء ولو زكاه من زكاه ولو كان أبوه ابن تيمية ولا يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك دعوته باطلة وأنت أيضا أيها السامع أنت أيضا إذا لم تدعو إلى هذا الأصل توحيد وتنهى عن الشرك ويكون هذا الأصل هو همك الأكبر الأعظم الوحيد فأنت لست على التوحيد في طريق الدعوة إلى التوحيد آذر صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعليه صلى الله عليه وسلم